طيب واحد من اهم نجوم النادي الاهلي واحد من اهم نجوم منتخب مصر اسم كبير في كرة اليد المصرية اسم محترم يحترم دائما هو صخرة النادي الاهلي صخرة منتخب مصر الكابتن الكبير كابتن ابراهيم المصري يا كابتن ابراهيم مشرف ومنور الف مليون مبروك خليك وشكرا على المقدمة الجميلة دي من حقك مباراة اليوم اكيد مباراة صعبة ومباراة ما كانتش هينة مباراة تكسب بيها سوبر افريقي وتصعد لكاس عامل اندية بس المهم او الصعب ان المنافس قدامك كان ناجي الزمالك اكيد طبعا ناطش مهم جدا المكاسب فيه كتير جدا اولها ان احنا ان شاء الله احنا كفرقة احنا دايما بنطمح ان احنا نروح للسوبر جلوب كاس عامل اندية فبيدينا فرصة ان احنا نلعب السوبر جلوب الجاي تاني حاجة ان احنا يعني موسم صعب جدا اذا ان احنا ناخد فيه الكاس والدوري فان احنا ناخد مسلا دوري ده مش صعب او شيء مش سهل بس انت تحافز على ان تاخد كاس دوري الاول بعدين بعدها باسبوع تاخد كاس بعدين فكينا الفرقة فكت ان احنا رحنا المنتخب بعدين نرجع الفرقة برضو حافظ على نفس تركيز بداحة اذا ان احنا ناخد السوبر افريقي فالموضوع مش مسهل خالص خصوصا ان احنا بنالله فريق نادل زمالك نادي الزمالك فريق متميز جدا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعي عندهم لعيبة كلاس اي يعني كلهم زمالنا في المنتخب لعيبة جامدة جدا يعني احنا نقدر نحنا نكسابهم ناخد منهم تاب بطولة في الموسم ده حاجة مش سهلة خالص محتاجة مجهود والحمد لله ربنا قدرنا وده اننا نعمل مجهود دوات والغاية لله الحمد لله دي ماشي كويس ايه كابتن ابراهيم السر في تفوق النادي الأهلي لقرة اليد للموسم الثاني على التوالي باكتساح كبير جدا العادي بصراحة يعني بصراحة شديدة انه كان الزمالك في كثير من الوقات له اليد العليا في بطولات اليد بس الاهلي يبدو كده انه بدأ يحط ايده برضو على بطولات اليد من الموسم الماضي ايه السرف ده؟ بص هو اول حاجة بس الناس فكر ان فريد نادي الاهلي بعيدة عن الالقاب بقالها فترة طويلة زي ما انت بتقول دلاتي بس الكلام ده مش مش مصبوط يعني نحن السنة اللي فاتت نسمع تابرا ان الموسم بتاعنا مش كويس خدنا سوبر افريكي برضو وخدنا بطولة افريكي ابطالي كوس الموسم اللي قابلي كان فيه بطولتين عشان كان الموسم كان لوا بعد الكورونا على طول الزمالك قدر ياخد الدوري وحنا قدرنا ناخد الكاس فهي الموضوع بيننا وبين الزمالك في الهندبول دايما الهندبول تلاتي في مصر اصبحت لعبة جندة فيها اهلي والزمالك فيها لعبة كتير جدا اقوية على مستوى العالم مش على مستوى مصر افريكيا فالتنافسية جديدة جدا المقالة ان احنا السنة دي اه يعني ده ان ان احنا ناخد طبع بطولات من الزمالك هو ده الاختلاف يعني احنا مش ان احنا مش بناخد اي حاجة احنا كنا بناخد بطولة او اتنين بس المشكلة ان احنا بنراح في النادي الاهلي يعني وزي ما انت عارف في النادي الاهلي لو لو انت مخدش كل بطولات يعني عندنا مسمى خمس او ست بطولات في السيزن فانتنا مخدتهمش كلهم يعني اعتبر مسم فاشل يعني فانتنا في السنة دي يعني اتعهدنا والنشاط الرياضي طبعا مجلس الدارة اولا والنشاط الرياضي بالقدس كابتخاذ العواضي ادري ان هو يوفر لنا جهاز فني على الاعلى مستوى من اول ما رجعنا من السوبر جلوب الجهاز الفني ده ادري يحطينا على التراك المزبوط وديني الاشتراك الصح مدير فني على الاعلى مستوى والمساعد بتاوكب محمد ابراهيم ومدراب الحراس تجهاز فني جامد قدر ان هو يحطينا على العدري الصح واحنا السنة دي حمد لله ربنا كرمنا زي ما قلتلك دي تلت بطولة ولسي بطولة رابعة احنا بنتمع هناخد البطولة الرابعة ان شاء الله صحيح انا وانا بفرج على المباراة النهاردة الاهلي من الدياة الاولى راكب المباراة يعني زي ما بنقول والفارق معقول جدا في الدياة 25 الفارق وصل لهدف واحد ليه التراجع اللي حصل للنادي الاهلي في اللحظات الاخيرة ده قبل ما يستعيد النادي الاهلي عافيته في الدياة الاخيرة ويوسع الفارق مرة اخر بص مطش اهلي بزمارك في الهندبول زي ما قلتلك مطش صعب جدا طبيعي جدا يبقى فيه منحنيات في المطش وخصوة الهندبول بتقلب في السنة الممكن يبقى كثمين فرق 6-7 بعد 7 دقايق او 5 دقايق لقى الاسكور قال 2-3 لانها لها برساة سريعة جدا والهندبول لاتي اصبحت لها بقى اسرع من قبل كده صحيح فالموضوع مش يعني هو ممكن يحصل بس هي الفرقة الكويسة من هي بتتدرك الموقف بسرعة اكيد انت لو احنا في مستوى كويس لازم تستغلي ده في اقصى حاجة وحنا قدنا نستغلي ده احنا جبنا سكور فرق ست سبعة جوان صحيح اول ما بندق الكيرف بينزل لازم برضو نقف والحمد لله قدنا نقف في الوقت المناسب بان المطش لو قلب تعادل كان ممكن يحصل مشاكل الجزء فاني تلت طيب اوت هدانا وهدانا الرزل ودانا نطلع تاني بالكيرف فده طبيعي بس طبعا يعني الجمهور ايه لق وانا برضو قلقت اصراحه في الملعب بس يعني الحمد لله ربنا عداها عظيم النهاردة في وسط الافراح ديت جاءت اصابة علي زيني لك تلسة هسألك عليه وقولك عودته او يعني وجوده مع النادي الاهلي زميلك في منتخب مصر اصابة كانت زعلت كل الناس يعني مش بس جمهور النادي الاهلي هو واحد من اهم الاسماء في منتخب مصر اصابته النهاردة كانت حاجة زعل اكيد طبعا علي قامة كبيرة انا شخصيا اكتر واحد فرحت ان علي النادي الاهلي عارف يجيبه يعرف بطولة السوبر وبطولة كاسكوس لان انا وعلي ابننا في المنتخب لانا فترة طويلة مع بعض يعني من نظر اللي بنفهم بعض تقريبا فانا اكتر واحد فرحت ان هو النادي الانقدر يجيبه وفي نفس الوقت النهاردة انا اكتر واحد ادعيلت ان هو اصاب بس الحمد لله اصابة انا كنت فجرة اقوى من كده تقريبا يعني هو يهدى بس هي تشخيص مبدائي هي مازق في السمانة انا الاول في المطش هو ميسك رجبته فارتقرات في حياة في رجبته وانا كمان وانا كمان اتخضيت اه اتخضيت جدا لان علي انا بقول لك علي بالنسبالي يعني حياة كبيرة جدا احنا بقى انا فترة طويلة في المنتخب يعني الحمد لله دفاع المنتخب انا هو اطفول في السنتر مم فا يعني انا كنت ادعيلان جدا لو كانت اصابة اكبر من كده بس الحمد لله ربنا اقترها والحمد لله اصابة ان شاء الله تعدي الحمد لله الموسم اللي فات رابع كأس العام للاندية الموسم ده الطموحية موسم كأس العام اندية مختلف شوية في الهنبول مم انه مش يعني عندنا في اوروبا مش بيجيو مثلا زي كرة ريل مدريد بطل اوروبا ممكن يجيبوا ثلاثة اربع فرق من اوروبا فالموضوع غير صعب جدا نعمل انجاز الموسم اللي فات نحنا دخلنا في المربع الزهبي وفي الفرق من اوروبا كانت تحتينا وهو الترجل السنة دي برضو ان احنا نعتقد يعني نخش المربع الزهبي من المستويات يعني شعز اقولك مش بعيدة بس مش قريبة برضو لان الناس دي يعني بلاعب برشلونة ماجد بورج بطل الدول الماني يعني انا مثلا النسخة اللي فاتت كان فيها برشلونة بطل تشامبين ديليج الاوروبي فيها ماجد بورج بطل الدولي الالماني فيها كيلسي تاني تشامبين ديليج فيها بن فيكا بطل كاس اتحاد الاوروبي فاي فرق من اوروبا بتبقى صعبة جدا عكس الكورة بيقى فيه مثلا رايا مدريد وبطل اسيا وبطل كونكاكاف والحاجات دي لا احنا عندنا بيبقى الاتحاد الدولي بيعمل انفتيشن للفرق قوية حيث انها قوي البطولة فبيبقى فيه اربع او خمس فرق من اوروبا فان احنا نخش وسطهم زي النسخة اللي فاتت ده انجاز اكيد السنة دي يعني ممكن بنطمح ان احنا ناخد مدالية بس الموضوع مسهل محتاج تدائمات ومحتاج من انا مجمود كبير جدا فاتمنى ان احنا ان شاء الله ربنا نقدر اكتر من احنا حانا السنة اللي فاتت الموسم اللي فات فريق كورة اليد وفريق كورة القدم في النادي الاهلي ليعبوا كاس العالم الانداد طواقع ده يحصل الموسم ده برضو؟ انا اتمنى طبعا فريق كورة هو الاساس في النادي وهمو ماشيين بقى لهم فترة ما شاء الله كويس ان الدور بيقرب واخدنا كادس مصر واخدنا السوبر واخدنا السوبر تاني يوم الجمعة والسبت اللي فات فانا اعطاك انهم ماشيين في الطريق الصفح وبايذن الله ربنا اكريمهم في الماضي جاء قدام الترجي وربنا اكريمهم بقى في الفاينل ان شاء الله اتواقع سنداونز اتواقع سنداونز في الفاينل اكيد طبعا فريق مرعب فريق مرعب انت بتحب الكرة كابتان ضعيم بمناسبة يعني عشان فيه لعيبة كتير من لعبة كورة الادمة بيتبقوش كرة قدم يعني بس انت بشكل المتابعة انا متابعة كويس جدا متابعة كويس جدا اتفرجت عسان داونز في اكتر الماضي يعني تريد ما مسوط افريق كلها فهم فريق فعلا في حتة الواحدة يعني اهل ان شاء الله بالروح والتاكتكس وكده يقدروا يصلحوا اخطاء الماضي اللي كان هناك وقدروا يكسبوهم ان شاء الله فعنا بس الاول نعدي الترجل ان شاء الله كابتن كبير كابتن ابراهيم المصري لاعب كرة اليد بالنادي الاهلي صخرة كرة اليد بالنادي الاهلي ومنتخب مصر انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وبهنيك مرة اخرى بالفوز بكأس السوبة الافريقي لكرة اليد اليوم على حساب نادي الزمالك المصري اشكر